السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواني في قناة نور علي حياكم الله اليوم اقدم موضوعي وتجربتي جديدة حول تكاثر البلبل العراقي طبعا هاي التجربة الاولى لي اني اكاثر البلبل والله الحمد تمت بخير انا ربيت بلاب الاثنين وبيضت لكن للاسف طلعوا اثنينهم منثاية فاضطرقت اني اجيب ذكر دزالي يا اخوي عمره اقل من سنة بشوية والنثية عمرها خمس سنوات ذكرت هاي ملاحظة لان بعض الاخوان يسئلون طيور يصير النثية صير اكبر من ذكر عن تجربة نعم يصير انا جربتها والحمد لله نجحت النثية كانت عمرها خمس سنوات والذكر قلت 11 شهر تقريبا او 10 شهر وتمت العملية بنجاح الحمد لله الطيور نفس البشر ذواقين انا جبتها وخليت نثية ثانية عندي عمرها سنة او اقل من سنة بشوية لكن هو رغب بهاي النثية اللي عمرها خمس سنوات وهذه مع العلم انها جاهزة الثانية فالحمد لله والشكر بيضت هي اربع بيضات والبيضة الاولى انكسرت ظلوا تلف بيضات طلعت بيضة واحدة واثنين فزدة والحمد لله والشكر مدام هاي التجربة الاولى واحنا بداية الموسم ان شاء الله يبشر بخير مثل ما تلاحظون اول ما تبيض الانثى دائما هي تحظون على البيض بيضت يوم سبعة بالشهر يوم سبعة خمسة وفقس البيض يوم واحد وعشرين بالشهر تقريبا اسبوعين او 13 يوم من اخر بيضة حسبنا ففقس ولله الحمد هذا الفرخ الاول وبعض المشاكل الصير اذا بيضت اه الذكر كان جدا حامي وضايقها ودائما يقومها من من على البيض وانا خفت على البيض يتكسر او تعوفها هي فعزلتها الذكر عزلتها بقفص الحالة وهي ظلت تحظن على البيض والله الحمد وهي من ايجابيات الطيور البلاب والاليفة انها حتى لو اجيلها وكلها وهي بالعش الحمد لله تتقبل ما تقوم من عن البيض او عن الفريخ هاي تحظن على البيض تقريبا تحظن خمسة ايام ستة ما يصير عمره وتالي يعتمد على نفسه اول ما فقس طلعت الذكر من العيش لان البلاب الاسلوب هم بالحياة الانثى دائما تحظن على البيض ومن يفقس الذكر اكثر شي هو يهتم بالفراخ من ناحية النظافة العيش واطعام الفراخ فالله الحمد الابو اول تجربة لا يعني باعتبارها مخلف يعني صغير مكلت شبير وقام يعتني بالبلاب الحمد لله والشكر موقع القفص دائما اقول مهم جدا انا مخلي قريب على الشباك احيانا احيانا نصير الشمس حارة فانا مخلي مثل الخشبة اصد الشمس عنهم وتحسسهم بالامان اكثر البلبل لو صار اليف يعني ما يحتاج حتى توفر له الاجواء مثل اشجار ما اشجار مثل ما تلاحظون انا حطيت لهذا العيش والحمد الله والشكر نجحت اللي يحب يكاثر الفراخ مثل ما تلاحظون ضروري البلاب المتعودين على اكل الدود اللي هو نسميه القبوة احنا بالزوير ضروري يتعودون عليه حتى اذا عندهم فراخ ما يخافوا منه البلبل الاول ما يشوف الدودة شوي يصير حذر منه وردت فعل طبيعية يخاف فاذا متعود يأكله لان البلبل الاول ما يفقس ضروري تنطي الدود الناعم يعني اكو دود الخشي يصير واكو ناعم يعني اصغار الدود ضروري تنطي منهم حتى ما يأذي هذا اول ما يفقس الفريخ يصير الامعاء لامعاء رقيقة كلش ونعمة فضروري تختار له الدود الناعم وبمرور الوقت وراء اربعة ايام خمسة يتعود بعد يأكل كلشي زائد يتنوع له بالاكل يعني التفاحانة ابرش لهم الجزر اطحانة وانطهمية البرتقال لكن الحشرات جدا جدا مهمة للفراخ تفاح اخليها لهم وكانت الحمدلله والشكر الناسية تبشر بخير لان كلش حنينة تدافع عن الفرخ مالها وتهتم فيه الحمدلله والشكر انطيهم الدود اشمر عليهم وهم يأخذونه مرات انطيهم ابيدي وهذا الذكر يروح يعتني بالفرخ ينطي الاكل اخطر مرحلة اول ثلاثة او اربعة ايام من التفقيس اذا اتجاوزنا هاي المرحلة ويشد حيل الفرخ الحمدلله يتجاوز مرحلة الخطورة يعني هو فقس يوم واحد وعشرين اليوم اه اليوم ثلاثة وعشرين الشهر يعني تقريبا عمره يومين او ثلاثة وجاء يراقبهم الحمدلله صحته تمام من ناحية ينظفون العيش واطعامه كله تقريبا على مرور الوقت يروحون يدورون اكل خاصة الدود ينطون هي علبة الدود انا خليتها جدامهم اخترت الدود الناعم خليت يمهم متى ما يردون ينطون الفرخ مثل ما تلاحظون انا ثبت الكاميرا وحتى صير منظر جميل الامة تعتني بالفرخ الدفي فان شاء الله يعيش هذا الفرخ بسلامة ويتجاوز مرحلة الخطر حتى ان لحق يمكن هي تاخذ الاسبوعين تتجهز العش الثاني حسب قراءتي ومتابعتي للخبراء البلابل مثل ما لاحظ الانثى دائما هي تعتني بحضانة الفرخ والبيض الذكر واجبه يبدأ من الفقس ويطعم الفرخ بعد ما يصير عمر اسبوعين او عشرة ايام الفرخ انا احاول اعزل الذكر واركز عليه بالغذاء الصحي حتى يجهز للبطن الثاني ان شاء الله خاف واحد يسأل على العش شنو انا احنا نسميها القونية والخيش قصصت لهم خيوط وايضا اشتريت لهم الياف مع النخيل وهي اختارت نوعين يعني شكلهم اول ما خلت الالياف وفوقها اختارت الخيوط العادية مع القونية طبعا هاي النفي نفسها مرتين تبيض اربع بيضات اول مرة باضت اربعة وكان ما ملقح البيض وهاي باضت ايضا اربعون كسرت واحدة واثنين يمكن واحد اعتقد الفرخ ميت بالبيضة والثاني كانت غير ملقحة وهذا الرابع طبعا الحمد لله والشكر مثل ما تلاحظونها ذبلها الدود والبلاب الجدا ذكية والطيور تعرفت شلون تتعامل اول ما تقضع راس الدودة وهي تاكله وتنطي الباقي للفرخ حتى لا يسبب لها تعب لان راس الدودة صلب وما تحطها بمع الفرخ الا تموتها شي جميل يعني الواحدة اول تجربة له ويوصل له هاي النتيجة نعمة من الله وطبعا الاهتمام الثنين هم يصير الانثى والذكر لكن انا لاحظت ومتابعتي وقراءتي وهاي التجربة اللي عشتها شفت الذكر اكثر شي هو يطعم الفرخ وهاي المرحلة اللي كانت تحظن فيهم يحتاج لها راحة استراحة النفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته